سلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تامي منتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بيها وبخير وعلى اخر الفيديو تاليوم رح تكون متنوعة شاركتكم في بعض المشتريات ورح نجاوبكم على كامل تساؤلاتكم فيما يخص هدك الاشواغ الى يرحي الاسكالوب الى يرحي صدرتع الجاج الى يرحي الى شابلوغ اليوم ان شاء الله رح نجاوبكم على كامل هدوك الاسئلة وبالداليل وثاني حاجة رح نشارككم في القراتين دوفينوال اللي يجيب زف زف بنين ساعات نطيحو ام بان مكالة ججلة لحم فالدار رح يسلككم هدو القراتين تمنى ان شاء الله تعجبكم الفيديو تاليوم اذا عجبتكم متنسوش تديرو لي جام وتخلو لي تعليق وإلا كنتو مازال مشتركتوش في القناة تشتركو لي اصيلكم كل جديد هنا يلبنات خرجت شريط شفية تعفل في اللقحل انا جنيغال مونشري بالميزان من الله غالب تحت ام بان شريط تعصى عشيات هادو كتاع خمسة الاف وشريط تاني هاد الكواصان جيان فوغي باش نستقهوا به العشية بس كما كنت ديرا حتى حاجة يعني مع الحليب وشريط تاني صدرت علجاج باش نرحيه معاكم في هاداك الاشواء ونوري لكم الى يرحي ولا ما يرحيش وحبيت نشارككم في هادلو بخودوي فوكس اكس برس انا كنت استعملته ديجا مقبل وخلاصت لي وقاوت شريط القرعة التانية شوفوا البنت هادلو بخودوي اروعة ننصحكم كامل به يمسح الماغبغ يمسح الزجاج يمسح الاينوكس لحطب الكوير لي عندها صالان في الكوير تقدر تمسح به لي عندها الماغبغ في الكوزينة لي عندها بيتران في الاينوكس لاف فيسل في الاينوكس يعني تفش فيش غير شويها هكا وتجوز بان شي فميكروفو بغ وش نقولكم روعة لبنتي مسحها روعانا نمسح به زجاج نمسح به لحطب يعني هداك الكوير اللي عندي في الشامبرا نمسح به كل حاجة وحتى البخيتاعو مشي غالي بزاف في عوض يعني مت تقعدو تشرو بزاف اللي بخودوي هاد القرعا فيها ستة في واحد تنقصوا على روحتيكم بزاف حاجات وهنا يا لبنت راح نشارككم في شابلوغ قلتن يعني نشارككم فيها باش اللي ما عندهاش ولا مازال ما خدمتهاش ولا خلاصت لها نفكرها وندير لها الكوغاج وتروح تتحمص الخبز ديالها وترحيح وتخبيها ان شاء الله تستعملها ككي تسحقها هنا يا خليت الخبز حتيبس كامل قطعتو في سنيوة كي ما شتو قطعتو دوائر صغيرة ودخلتو للفوق يتحمص لبنت يعني لا شابلوغ باش تشدلكم مدة طويلة ست شهر تمن شهر ما يصرا لها والو يعني ما تخسر ما تربي لكم هادك البعوش صغير ما والو حمصوها في الفور خلوها تاخد واحد اللون هكا دهابي من بعد رحوها وخبوها على روحتيكم وبين صغره جاي رمضان ان شاء الله الى كنا ملحيين نستعملو فيها بزاف لاشابلوغ يعني ننصحكم توجدوها منذك الخبز اشك فواكي يقعد لكم يبسوه ورحوه هكا باش ما نبدروش يعني نستحفظو على الخبز وفي رمضان ان شاء الله تلقوها واجده شوفو البنات نحن نرحيها هنا في هاد الاشواق كي ما راكم تشوفو غير شوية برك رحاها لي ما شاء الله هروع البنات ما نسحق لنصيرها لا والو كي ما راهي راح نخبيها خبوها دايب من ثاني باش ما تخسر لكمش في باطا تكونت على زجاج باش تحفظو عليها ما تخسر لكم ما والو تقدرو تديرو دو بوات ثلاثة لبوات ولو خبوها الكمية اللي تساعدكم كي ما اشتو هنا يا البنات رحيتها كامل وخبيتها في البلاكار كي نسحق ان شاء الله هنجبتها تاني حاجة لي سقسيتوني قلتوا لي الى اسكي رحي صدرتع الجاج هاوليك لبنات قدامكم رحا نرحي فيه صدرتع الجاج كنت رحا ندير البورك كي ما راكم تشوفو هنا يا قطعتوا قطعة صغيرة يعني من الاحسن تقطعوه ما تخلوش صدر كامل باش يجيه ساهل على هاد شكل شوفو كيفاش رحاهولي ما شاء الله يعني رجعهولي لا بيغي رحا روعة لبنات نصحكم كامل بهذا الاشواق وقتلي صديقاليا راه يلقاتو غرب مية وستين الف ساحة شو هادا ان شاء الله تلقاوه يعني موانشار وتشروه وتستفادو منو وهنا يا القراتان دوفين والي قوت لكم عليه يجيه بزف بزف بنين وساهل نسحقوه فيه حبيبات على البطاطا فخوماج وفخوماج غابي لحليب هنا شوية على كخانف خش سنينة تعدتم ملح فلفل كحل وجوست الطيب هادا ما كان لبنات ويجيه بزف بزف بنين يعني ساهل يتحضر فيه عشرين دقيقة سورتولي يخدامه ولا لي ما عندهاش الوقت ولا لي تربيه تخرج هادا كل نهار ولا تجيه معلأ اشياء ما يسلكها غير هادا اللقاغاته هنا يا ذيك البطاطا نقطعوها دوائر صغيرة يعني رقيقة كامل ونحطها في قدرها ولا في تنجرة نغليها مدة عشر دقايق غريب بدي يغليلي الماء نحسب لها عشر دقايق وننحيها مع شوية تعمل حبيينسو كما راكم تشوفو هنا يا من بعدها لبنات نوجد معاكم الخليط اللي راح نديروه في القأف يعني في هاداك البطاطا ندير فيه كاست على الحليب يعني هنا يلا المقادرتو اللي على حسب الكميات على افراد العائلة وعلى حسب كمياتها البطاطا ندير كاست على الحليب نرابيلو هادوك ثلاثة سنينة تعدتو انا هنا يلاك خانف خاش كان هاداك وشقعد لي درتها تقدروا تديروه انتو ما يعني كميالة بس بيها تعلك خانف خاش راح تمد بنا هيلة واللي ما عندهاش تقدر تستغنع عليها تماما تاني راح يجيب زف زف بنين كي مشتو هنا يلابنت يزي بيس ملح فلفل لكحل ونرابيلو شوية عجوست الطيب وكيم زف لي ما يحبوش جوست الطيب يقدرو يستغنع عليها يعني يجيب زف بنين وساهل ويتحضر في وقت قياسي كي مشتو هنا يا البنات من بعد زتلو هادي كلاك خانف خاش كي ما قوت لكم تقدرو تستغنع عليها واللي عندها تقدر تدير كميه يعني لابس عليها تدير نص كاس ولا تقريبا كاس غير ربع ولا كي مشتو هنا يا البنات نحكم المول تعلق غاتان تاعي ندهنو بالزبدة مغغغين يعنينا لا مغغغين ولي عندها الزبدة الطبيعية من الاحسن من بعد درت له قطع صغيرة تاع مغغغين وهديك البطاطا اللي كنت فورتها مدة 10 دقايق نرميها كامل في هادا كلومول تاع القغاتان كي ما لكم تشوفو هنا يا البنات من بعد نضيف له هادا كل خالي تاع الحليب وجوست الطيب واللاك خانف خاش يعني نفرغو عليها كامل هادا كلومول على هاد الشكل ونحاول يعني نسقم كامل هادا كلومول على هاد الشكل ربعها في كامل هادا كلومول ولا نستفها كي ما لكم تشوفو هنا يا من بعد نضيف لها قطع تاع الفرمج يعني الطريق كي ما تحبو هادا كل يتبع لفاش كيغي ولا كيغي المهم هنا يا النوعية تاع الفرمج كل واحدة ومقدورها ووش تحب تدير كي ما شتو هنا يا البنات نوزع كامل هادا كلفخومج باش كي طيب لي رح حيدوب ويجي روعة روعة هاد القغاتا من بعد نضيف له قطع تاع المغغغين هنا يا كنت نسيت ما وريتهم لكم شما مع المقادر نحطهم من فوق كابسك هاد القغاتا ما فيهش الزيت لازم له المغغغين باش يجينا يعني ميت دم شوية وندير له ثاني الفخومج غابي من فوق كي ما راكم تشوفو هنا يا انا هنا الفخومج غابي استعملت هاداك تاع البيتزا يعني العادي تقدرو تستعملو شيدا فخومج غوج كي ما تحبو البنات القغيار كل واحدة ووش تقدر تدي هاوليك البنات هنا كنت مسخنا الفور على اعلى درجة كي ندخل القغاتا تاعي نديرو على درجة حرارة متوسطى مدة 4 ساعة 20 دقيقة لماكسيموم ونشعلو من الفوق ومن تحت راحا يتحمر وهديك البطاطا تكمل طيابها في هاداك الحليب ويجي بزاف بزاف بنين هاوليك البنات الشكل النهائي تاعو بعد ما خرشتو من الفوق يجي روعة وش نحكي لكم راكم تشوفو بعينيكم شهيدكم في الجنة ان شاء الله هنا ما بقى غير نقول لكم تهلا وفير وحتيكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع روتينا تجدد ووصفات جديدة اشتركوا في القناة